شنية عقوبة الترجي المنتظرة على رودريغاز وشكونه لملعب موكوانا القريب للتعاقد مع الترجي وشنية أسباب اللي تجعل صفقة لبلايلي نحو الأحمر والأصفر مثالية لكل الأطراف هذه النشرة الترجية مرحبا قرر المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغاز مهاجم الترجي العودة لتونس الاثنين تسعة وشرين من الشهر الحالي تميدا للانتمام لمعسكر فريقه استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي المقبل الفين وخمسة وعشرين أربع وعشرين من المفترض ويعقد هداف البطولة التنسية خلال الموسم الماضي برسيد عشر أهداف رودريغو جلسة مع الكوتش البرتغالي ميغال جارتوز هو مسؤولي الترجي طبعا لحسن بعض الأمور العالقة بين الجانبين وغاب اللاعب على استعدادات الترجي منذ بدايتها دون إعلان أسباب ذلك وجهزت الإدارة التونسية الترجية عقوبة داخلية على رودريغاز واللي من المتوقع أن تكون مادية حيث بشيتين فرض خسم في راتبه لشهر إجويليا الحالي وكذلك الشهر الفرد ويتعاقد فريق دم وذهب مع اللاعب منذ صيف الفين وثلاثة وعشرين بعقد للمدة ثلاثة سنوات في صفقة تصل قيمتها للميتين وخمسة واربعين ألف يورو وتقلق البرازيل بشكل لفت في مرحلة البلايوف خصوصا بتسجيل ثماني أهداف وصناعته لاثنين أهداف خلال تسعة مقابلات شارك فيها المواجم صاحب ثماني عشرين عام قضى معظم مسيرة الكروية في البرازيل حيث العب لفائدة عندت أندية تنشط في دور الدرجة الثانية وتقلق بالشكل الخاص موسم 22-23 مع ناديو فانتود العريق والإيقاظ معها 32 لقاء سم خلالها في 15 هدف ما بين صناع وتسجيل إن شاء الله الرودريغو ردريغازي حط في مخو بشيعة الإضافة خاصة في موسم حاسم كمنها نمشي لإخبار سباق التعاقد مع موكونا والقرب من الترجي إنها الترجي اتفاقه بسيفة رسمية مع نادي سيسخوني يونيتد الجنوب أفريقي للتعاقد مع اللاعب الدولي إلياس موكونا وتشير آخر المعطيات إنه الترجي فاز بسباق التعاقد مع اللاعب بعد تقديم العرض مادي أفضل من كايزر شيفر وصلت قيمته لستمائة ألف دولار أي ما يعادل الواحد فاصل ثمانية مليون دينار تونسي ومن المتوقع إنه يصل موكونا يوم الثلاثاء لاجتياز الفحص الطبي والتوقيع رسميا مع الترجي من المنتظر إنه اليوم يوصل ويشار إليان ولياس موكونا يبلغ من العمر 25 عام وهو لاعب دولي في منتخب جنوب أفريقيا منذ مارس 2014 كتاماً شنية لسباب اللي تجعل صفقة لبليلي بالنسبة للترجي مثالية لكل الأطراف عاد أخيراً اللاعب الجزائري يوسف بليلي إلى نادي الترجي حيث سيأخوض محارب الصحراء المغامرة الاحترافية إلا ثلثة بألوان المكشغة وحقق بذلك مع فريق ترجي سابقاً عدة إنجازات نجاح كبير في الترجي في تجربة لولا والثانية من 2018-2019 ولم يعلن على القيمة المالية لعودة اللاعب لترجي لكن تقارير صحفية أكدت إنه دفع الترجي 500 ألف أورو من أجل شراء بطاقة الدول الجزائري صاحب 32 عام يمتلك لبليلي مقاومات فنية كبيرة ومن شأن وصوله للترجي أنه يقوي تشكيلة المدرب كارتوزو من الجانب الهجومي ويسعى الترجي للمنافسة الشرسة على لقب دوري الأبطال الأفريقية في الموسمة الحالية القادم كما يتطلع طبعاً لتقديم مردود مشترف كاس العالم للأندي 2025 ورغم وصول المكشغة إلى نهاية النسخة الماضية من الدوري الأبطال الأفريقية إلى أنه لا الفريق غائب عن عدم وجود الزخام الهجومي الكبير اللي يجعله قادر على تسجيل المزيد من الأهداف وهو الأمر اللي بش يكون من الممكن تفديه مع نجم الخضر وبش يضم يوسف بليلي من خلال خطوة لانتقال الترجي لابتعاد عن ضغوط اللعب في الجزائر والحصول على هدوء أكبر خاصة مع تياده الكبير على أجواء فريق الدم والذهب وهو أمر مهم جداً يساعد في الظهور بأفضل مستويات استفادة من البليلي ومن الترجي إن شاء الله تكون متبادلة والإضافة يقدمها لقدم الموسم للترج